حالياً أنا هنا بمنطقة تكاد أنه تكون خامة جداً للبيئة العراقية هي في منطقة الميزوبيتاميين الشرف ديزار هاي المنطقة هي في سنترل العراق في مصر العراق وبها هذا الصفة المظهرية هي الالباينو يوريجين أوتر هاي موجودة في مناطق متفرقة جداً من العالم وهاي هي التسجيل الأول لهذه الصفة بالشرق الأوسط هذا الحيوان شوف عينها كل البيئر بارتس ماتة يعني الأزاء الرخوة لونها وردي العين ماتة لونها يكون أحمر لأن هاي الصفرة الالباينو أهم صفاتها وما يشوف الرؤية ماتة جداً ضعيفة والأضافر ماتة لونها أبياء بما معنى أنه هاي الصبغة هي فاقدة لصبغة الميلانين السوداء فهنا من أندر الطفرات من أهم الاكتشافات للبيئة العراقية فيثم المحافظة عليه حالياً نحن قرب ناحية الإسحاقي مع كلب الماء النادر الألباينو اللي هو كلب الماء الأوراسي أو يوريجين أوتر الطفر الألباينو طبعاً أستاذ نصر أستاذ نصر هو اللي لقى هذه الطفرة هذه النوع النادر من الأوتر أو كلب الماء وبمساعدة دكتور حسين اللي نشر هذا الفيديو قدرنا إحنا يعني إلاحق بأنه بمساعدة مدارس البيئة أن نحافظ على هذا النوع النادر وإن شاء الله رح يكون إهنانا بأمان لأنه هي هاي بيئته رح نحافظ على هذا الحيوان بمساعدة أستاذ نصر وباقي الشباب إهنانا نشكر جهود وزارة البيئة وبالأخص معالي وزير البيئة الدكتور جاسم الفلاحي وكذلك أستاذ سامر نيابة عن دكتورة نجلة وإن شاء الله هذا التسجيل رح يكون تسجيل عالمي لأنه لحد الآن مسجل مرتين هاي النوع من الطفرة النادرة ليوريجين أوتر اللي وحده كانت ببريطانيا وهالي التسجيل الثاني أكيد مساعدت أستاذ نصر هاي رح تكون مسجلة إليه فخر فخر أكيد للعراق إن شاء الله رح نحافظ عليها ونتمنى نتمنى من كل عراقي شريف بأنه إذا يشوف هاي جهن واحد من الحيوانات النادرة أول شاء الله يسويها هو أنه يتواصل مع المنظمات المختصة بمجال التنوع البيواجي بالعراق مثل منظمة مياخ الأخضر العراقية إحنا دائما عملنا مستمر مع وزارة البيئة أو إنه يتواصل مباشرة مع وزارة البيئة وإحنا أكيد رح نكون داخل هذا الفيض وداخل هذا العمل مستمرين بالعمل مع وزارة البيئة شكر خاصة أكيد لدكتور عمر الشيخ للخبير الأحيائي الأول بالشرق الأوسط وهو ممثل الخاص للكلاب الماء العالمية بالنسبة للمشاهدة بالنسبة للمشاهدة